أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن العنف الجامعي خط أحمر ويجب أن يتوقف وأشار جلالته خلال لقائه اليوم في قصر الحسينية رؤساء الجامعات الحكومية أشار إلى ضرورة العمل والتعاون بين جميع الجهات المعنية ليشكل عام 2017 بداية جديدة في هذا الموضوع تفاصيل أوفى عن حديث جلالة الملك لرؤساء الجامعات يجملها التقرير التالي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الجامعات لكل بنات وأبناء الوطن ومن غير المقبول أن تصبح ملاذا للعنف أو الفئوية أو أن يكون فيها أي تطرف أو إقصاء وقال جلالته خلال لقائه مع رؤساء الجامعات الحكومية في قصر الحسينية إننا لن نسمح ولن نقبل باستمرار العنف الجامعي فالتجاوز على القانون مرفوض ومدان مؤكدا جلالته أنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء من الطلبة أو من العاملين في الجامعات كما أكد جلالة الملك على أن العنف الجامعي خط أحمر ويجب أن يتوقف ولابد من العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية ليشكل عام 2017 بداية جديدة كما دعا جلالته الجميع إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتحمل مسؤولياتهم للارتقاء بمستوى الجيل الجديد وتمكينه من النهوض بدوره في مواجهة التحديات جلالة الملك أشار خلال اللقاء إلى أهمية الدور الملقى على أساتذة الجامعات لكونهم مسؤولين عن أهم ثروة لدينا مشددا على ضرورة أن يمثلوا نموذجا يحتذا به للشباب ودعا جلالة الملك خلال اللقاء إلى إيجاد بيئة إيجابية داخل الجامعات وذلك من خلال العمل على غرس قيم المبادرة والإبداع والريادة والمواطنة الفاعلة لدى الطلبة من جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل طويسي في مداخلة له خلال اللقاء إلى أن الجامعات طبقت ومنذ ثلاث سنوات العديد من الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي للحد من العنف الجامعي يشارك الأردن الأمتين العربية والإسلامية لاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تصادف يوم غدا الأثنين ومنذوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني رعى سمو الأمير هاشم بن الحسين الاحتفال الديني الذي إقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين بهذه المناسبة وقال وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات في كلمة ألقاه خلال الاحتفال إن الأمة بحاجة مست اليوم إلى منهاج رسول الله وخاصة أنها تعيش حالات من الظلام وفقدان الأمن والإيمان واختطاف للخطاب الحقيقي وسيطرة للظلاميين وخوارج العصر على الضعفاء والبسطاء وأشار عربيات إلى نهج النبي الذي سار عليه الصحابة والتابعون وهو منهج قام على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات ومعاملة المواطنين على أساس المواطنة وأكد عربيات أن هناك حاجة اليوم إلى استعادة خطاب النهضة الذي قام على أسس المحبة والإخاء الإنساني والتعاون البشري واجتمل الحفل على خطبة لأصغر خطيب جمعة في الأردن الفتا عيسى محمود الشريف وفقرة إنشادية من المتوقع أن تتأثر المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء بمنخفض جويا عالي الفعالية يبدأ بالتأثير بشكل تدريجي يوم الثلاثاء مع ساعاته ما بعد الظهر والعصر في المنطقة الشمالية من المملكة حيث تهتل زخات متفرقة من الأمطار تمتد خلال ساعات المساء المتأخرة إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وتشتد الفعالية الجوية في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء المزيد في التقرير التالي لا تكاد تخل النشرات الجوية الإلكترونية من تحديثات في تنبؤاتها الجوية حتى ينهمك المواطنون في متابعتها بحثا عن مصطلحات تساقط الثلوج في أماكنها وارتفاعاتها لا سيما مع انتظار دخول منخفض برياح قطبية سيؤثر على المملكة والذي من المتوقع أن تبدأ فعالياته يوم الثلاثاء آخر تحديثات نماذج التنبؤات العددية الصادرة من مركز طقس العرب تشير إلى تشكل المنخفض الجوي يوم الثلاثاء شمال جزيرة قبرص حيث يتعمق ويتحرك نحو الأراضي السورية ليلة الثلاثاء الأربعاء حيث تشتد الفعالية الجوية في مختلف مناطق المملكة ويتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي حيث تشتد الفعالية الجوية في كافة مناطق المملكة صباح الأربعاء حيث ستشهد المملكة هطولا غزيرا للأمطار مصحوبا بالعواصف الرعدية ورياح قوية السرعة قد تتجاوز المئة كيلو متر في الساعة ومع ساعات ظهر يوم الأربعاء يتوقع أن تسقط الزخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية كرأس منيف ومرتفعات الطفيلة وصويلح وسلسلة جبال الشراع أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع تأثيرها على المملكة اعتبارا من مساء الثلاثاء القادم المهندس باسم الطراوني المتحدث باسم أمانة عمان أكد أن الأمانة جهزت جميع آلياتها وكوادرها المعنية في التعامل مع الظروف الجوية من خلال 22 غرفة عمليات اثنتين منها رئيسيات في عمان للتعامل مع الظروف الجوية ويحذر مركز طقس العرب يومي الثلاثاء والأربعاء من ما يلي تشكل السيول وجريان الأودية في أجزاء مختلفة من البلاد جراء غزارة الأمطار أحيانا خطر الانزلاق على الطرقات خاصة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية بسبب تساقط الثلوج مؤقتا إضافة إلى زخات البرد وفرصة حدوث الإنجماد ليلا تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وهطول الأمطار تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية والطرقات الصحراوية بفعل الغبار والأتربة المثارة الناتجة عن شدة سرعة الرياح أدان الأردن التفجير الإرهابية الذي وقع في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية في القاهرة صباح اليوم وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة أيضا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني قال إن الأردن يدين هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أماكن العبادة مؤكدا موقف الأردن الواضح والثابت في رفض الإرهابي بجميع إشكاله ومظاهره أي كانت دوافعه ومصادره ومنطلقاته وأعرب المومني عن تعازي الحكومة الأردنية لعائلات الضحايا وتمنياته للجرحة بالشفاء العاجل هذا وكان تفجير بقنبلة مصنوعة من 12 كيلو جرام من مادة تي أنتي استهدف الكذرائية المرقصية في وسط القاهرة وكانت الحكومة أدانت بشدة التفجيرين الإرهابيين الذين وقعوا في اسطنبول الليلة الماضية وأسفروا عن مقتل وإصابة العشرات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أكد أن الأردن يدين هذا العمل الإرهابي الجبان ويقف إلى جانب تركيا في تصديها للإرهاب مضيفا أن هذه العملية الإرهابية تؤكد من جديد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب واجتثاث جماعته الإجرامية وكان الانفجار الأول نجم عن سيارة مفخخة خارج استاد لكرة القدم في اسطنبول فيما وقع الانفجار الثاني في حديقة وسط مجموعة من الشرطة هذا وأعلنت تركيا حدادا وطنيا على أرواح الضحايا فيما قال وزير الداخلية التركي أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى تورط حزب العمال الكردستاني في التفجيرين رفض مجلس النواب في جلسته المسائية التي عقدها اليوم منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل وأعاد المجلس قانون النقل العام إلى مجلس الأعيان الذي كان قد أضاف الفقرة التي تضمنت منح صفة الضابطة العدلية المزيد في التقرير التالي تاريخ سبتة 12-2016 أصر مجلس النواب على قراره حول المادة التاسعة من القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب مخالفا قرار الأعيان الذي أضاف فقرة تمنح صلاحية الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري رئيس المجلس عطف الطراونة أشار إلى أن النواب أمام خيارين وهما إما موافقة الأعيان أو الإصرار على قراره السابق استنادا إلى المادة السادسة والثمانين من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أن إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق كما أقر المجلس القانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية للعام 2016 والذي يأتي ضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إلغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وإناطة مهمه بهيئة الأوراق المالية وتنحصر بموجب مشروع القانوني ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الأجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية ولا يجوز القانون لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل كما يحضر القانون على أي شخص فيما عاد الشركة المرخصة الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأن يتعامل لصالح غيره في بورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار كل شخص يخالف أحكام القانون كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافا لأحكام المادة الثالثة من القانون ويكون المخالف ملزما برد ما قبضه من مال الغير وفي نهاية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية قرر المهندس الطراونة رفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال جدول أعمال الجلسة الرقابية السابقة بالاستماع إلى مداخلات النواب ورد الحكومة في ضوء الحديث عن الدين العام للدولة والبحث عن روافد للخزينة للعام القادم يشير تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخرا عن العام 2015 إلى قصور في الأداء التحصيلي للجهاز الحكومي بنسبة بلغت 52% من إجمال الذمم المستحق للدولة ويشير التقرير إلى توسع في المصروفات الحكومية لدى بعض الوزارات إلى التفاصيل ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليون دينار تشكل ما نسبته 52% من إجمالي الذمم المستحقة للدولة لم تحصلها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذا ما أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة دعيا إلى عدم الاستمرار في تراكم الذمم المالية من سنة إلى أخرى ومشيرا إلى قصور في الأداء التحصيلي وإلى حالات عدم تمييز ما بين الملتزمين والمتهربين من الضرائب التقرير يقف عند حالات إهمال عدة منها على سبيل المثال وجود نواقص في القمح لدى مطحنة إربيدا الأهلية والتي بلغ إجمالي الدين عليها ما مجموعه سبعة ملايين دينار ورغم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين من قبل ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب هذا النقص إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك كما يأتي التقرير على ذكر المركبات الحكومية والتجاوزات المتعلقة باستخدامها والوقود المستخدم لها فمثلا يذكر التقرير غياب سبعة عشر دفترا تحتوي على ثلاثمائة وأربعين كوبونا قيمة كل منها عشرين دينار من هيئة الاستثمار كما يشير التقرير إلى استخدام مأمور الحركة وعددا من موظفي وزارة المياه والري لمركبات حكومية خارج وخلال أوقات الدوام الرسمي وورد الذات الملاحظة على مراقب الصيانة في الخط الناقل للبحر الميت في سلطة وادي الأردن ويشير التقرير إلى تحويل أحد أمناء الصناديق في شركة مياهنا بجبل الحسين للمدعي العام لحريق شب في مكتبه وترتب على ذلك نقص مالي بقيمة مائة ألف وسبعمائة وخمسين دينارا وصل وزراء التربية والتعليم العرب مناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى تطوير منظومة العملية التعليمية في مختلف المجالات وذلك خلال الجلسات الحوارية والنقاشية في الدورة العشرة لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب المنعقدة في منطقة البحر الميت تفاصيل أوفا في هذا التقرير بمشاركة ثمانية عشر دولة عربية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية إلكسو لمناقشة التحديات التعليمية والتربوية والوصول إلى آلية عمل مشتركة لتطوير التعليم في مختلف مجالاته الأكاديمية والمهنية في الوطن العربي محاور عديدة تخللتها الجلسات النقاشية من أهمها إعداد كوادر تعليمية قادرة على إيصال المعلومة وتوحيد السلم التعليمي للوصول إلى حد التنافسية في مختلف القطاعات واستنتاج حلول واقعية قابلة للتطبيق من أجل الارتقاء بالمخرجات التربوية الفكرة الأولى كانت حول تطوير الانتحانات في العالم العربي بشكل عام والفكرة الثانية دراسة واقع التعليم وصول تطويره في الوطن العربي كثيرة قضية على درجة عالية من الأهمية وهي مساعدة المملكة الأردنية الهاشمية في الأزمة التي تمر بها فيما يخص تعليم اللاجئين السوريين وغير السوريين والذي بلغ هذا الطلبة في مدارس الحكومية 200 ألف طالب وطالبة تقريبا المؤتمر أخذ توصية أولية وأكد على ذلك المؤتمرون عرض المشكلات والمفاهيم الرئيسية لنظم الامتحانات والتقويم التربوي في الدول العربية وعرض القوانين والتشريعات الخاصة بالامتحانات والآليات المتبعة في التقويم إضافة إلى الرؤى والتصورات المستقبلية حول تطويرها يضع المؤتمرون أيديهم على مشكلات التعليم في الوطن العربي وأنتم تعلمون أن التعليم في الوطن العربي بشكل عام بدون تخصص أي دولة من المحيط إلى الخليج عانى من مشكلات كثيرة كان من نتائجها ضعف مخرجات التعليم وردائتها منذ أكثر من 30 سنة والخروج بتوصيات تساعد على تطوير التعليم وأن تخرج الأمة العربية من محنتها التي تعيشها بسبب تخلف التعليم مخرجات نوع توصيات عديدة تهدف للوصول لصيغة توافقية لرفع منظومة التعليم وتطوير نظم الامتحانات والتكويم التربوي والسلم التعليمي ضمن الأطر المهنية والأكاديمية من أجل العمل بصيغة تشاركية لتطوير التعليم قبل الجامعي وسبل تنفيذها أسامة العدوان رؤية تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسا عددا من المشاريع الانشائية في محافظة معان للإطلاع على سير العمل فيها من قبل مديرية أشغال المحافظة بالإضافة إلى تدوير عجلة الإنجاز في عددا من المشاريع العالقة في معان قام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة بجولة تفاقدية لعدد من المشاريع الإنشائية والتي تشرف عليها الوزارة في معان والتي يجري العمل فيها حاليا رافقه عدد من مسؤولي المدينة وذلك للوقوف على نسب الإنجاز والاطلاع على بعض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع تم الاطلاع على بعض مواقع المدارس الفيادة وفات صفية اعطاء التباح وزارة الأشغال وحاليا احنا في موقع بداية الطريق التنموي عند الدوار تقاطع وكان في بعض الأمور اللي كان أخونا سعادة رئيس فرديد فعان كان طالبها وتم اتفاق على تنفيذ كافة الأمور بشكل مشترك على أرض الواقع في بعض المشاكل كانت عالقة ما بينه بين الأشغال العامة من خلال هذه الزيارة معايا الوزير الأشغال زار المواقع وتم معالجة أو تم انهاء اللعاقات اللعاقات اللي كانت سبب في تأخير بعض المشاريع عنها في معان شملت الجولة مشروع قصر عدل معان والذي ينفذ بكلفة سبعة ملايين دينار وبلغت نسبة الإنجاز فيه لغاية اللحظة خمسة عشر بالمئة إضافة إلى مشروع إضافة ست غرف صفية لمدرسة الشفاء بنت عوف واختتمت الجولة بتفقد طريق معان التنموي الواصل ما بين معان والمنطقة التنموية الواقعة جنوب المدينة محمد دويرج رؤية أحيى أهل مدينة القدس المحتلة ذكر المولد النبوي الشريف بالعديد من الاحتفالات والفعاليات في البلدات القديمة ورحاب المسجد الأقصى المبارك افتقدت مدينة القدس المحتلة لهذه الأجواء منذ سنوات فاليوم هو بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف خرج المئات في مسيرات كشفية بدأت في شوارع وأحياء البلدة القديمة وصولا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في عرض كشفي أعاد للمدينة بهجتها بعد أن حولها الاحتلال لثقنة عسكرية في القدس وفي المسجد الأقصى وفي كافة شوارع المقدسية نحن وأكتر من 8 مجموعات كشفية في القدس يعني هذه الذكرى مهمة كتير لنعزز صمودنا بالقدس ونعزز إسلامنا ونعزز مولد النبي عليه الصلاة والسلام ندعي الكل أنه يتواجد دائما معنا بهذه الذكرى شهد المسجد الأقصى المبارك تواجدا ملحوظا وحشودات من العائلات والأطفال فمن التقوص المقدسية إحياء هذه الذكرى في ثالث الحرمين الشريفين فكان من ضمن الاحتفالات عروضا ترفيهية للأطفال وتقديم طبق من الحلوى الخاصة بالأعياد الإسلامية أكثر موسميات اشتهر فيهم المشبكة العياد الدينية مثل إسراء والمعراج رأس السنة الهجرة المولد النبوي زي ما تعودنا أنه دائما لازم يكون الأقبال من الناس على حلوات المشبكة زي ما احنا شايفين احنا صمدين بالقدس وبأي مناسبة أهلا وسهلا فيكم ولأهمية مدينة القدس الدينية جاءها زوار من مختلف الدول العربية لإحياء هذا اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بصراحة كتير حلو كنا هلا نازلين نصلي العصر فشوفنا الكشافة عم بيعملوا احتفالات كتير حلوة بصراحة أنا شايف أنه الحمد لله أنه لسه الدنيا بخير ولسه في مرابطين وفي ناس الحمد لله بتدافع عن المسجد الأقصى يحيي المقدسيون ذكرى المولد النبوي على طريقتهم الخاصة إن كان بالفرق الكشفية أو الأناشيد الإسلامية أو حتى توزيع الحلوة على المرة وذلك من باب الاحتفال وليقول للمحتل أيضا أننا لازلنا هنا باقونا هنا وستبقى القدس دوما لنا من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا تعد المناسبات الإسلامية ومنها المولد النبوي الشريف فرصة للتأكيد على إسلامية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل فالاحتفال بمناسبة كهذه تملأ البلدة القديمة بالشعائر الإسلامية التي يؤديها زوار الحرم وتسهم في التخفيف من جولات المستوطنين واستفزازاتهم للسكان الفلسطينيين رغم التجديدات الإسرائيلية التي تجتح حياة المواطن في البلدة القديمة بمدينة الخليل يأتي المولد النبوي الشريف ليؤنس وحدة الحرم الإبراهيمي الشريف فالمناسبة الدينية الإسلامية هذه تمد الحرم بالحضور العربي الإسلامي الأصيل من أبناء المدينة ما يؤكد على أصالة المكان وعروبته هذا المكان هو مكان خاص بالمسلمين وحدهم تقام فيها المناسبات الدينية وإحيائها في قلب المدينة في الحرم الإبراهيم الشريف لأنه يعتبر قلب مدينة الخليل النابض هذه المناسبات نعم الجاهدين لإقامتها لدعم الحرم الإبراهيم الشريف وإتيان الوفود والناس إلى الحرم الإبراهيم الشريف وفي نفس الوقت لأن هذه المناسبات لها أهمية عظيمة لدى المسلمين يجب أن تكون دوما موجودة في كل المناسبات وفي كل الأوقات لإحياء هذه المناسبات في قلب المدينة صوت المدائح النبوية والأنشيد الإسلامية والآيات القرآنية يعطر المكان ويملأه ببوح روحاني يؤكد أن الاحتلال زائل وأن منطقة الموت التي يتركز الحرم الإبراهيمي وساطها في البلدة القديمة بالخليل تخرج للحياة من رمادها هو كتير إشي كويس كتير إشي حلو لأنه الناس لما بتيجي كتير على هذه المنطقة ما بتخليش المستوطنين زي هدو اللي يمشوا في الشوارع لأنه الناس مستوطنين بتخاف تمشي في شوارع مليانة فيها عرب بيجو الناس وبيصلوا بالمسجد بيكون فيه هناك فرقة مولد نبوي وطبعا تحكي تصبيح وتهاليل وتحاميد في الحرام وطبعا الحرام بنفتح جزئين فيه تمتاز مدينة الخليل بشعائر خاصة للاحتفال بالمناسبات الدينية الإسلامية المولد النبوي واحد من هذه المناسبات التي تعيد الروح الإسلامية العربية لها من البلدة القديمة في مدينة الخليل المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا في جولتنا الإخبارية حول العالم المزيد من الأخبار ومنها فرار ألاف المدنيين من أحياء تحت سيطرة المعارضة في حلب وقتل وجرح في تفجير صهريج في كينيا فرأ أكثر من عشرة آلاف مدني من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تجاه تلك التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري عقب معارك عنيفة ومستمرة أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي استعادة قوات مكافحة الإرهاب 31 حيا في الساحل الأيسر لمدينة الموصل فيما تتقدم وحداتها في ثلاثة أحياء أخرى بعد معارك ألحقت خلالها خسائر كبيرة في عصابة داعش الإرهابية أعلن مسؤول حكومي في العاصمة اليمنية عدن أن 48 جنديا يمنيا قتلوا وأصيب 29 جنديا آخرون بجروح في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا للجنود في معسكر للجيش في مدينة الجنوبية وتبنته عصابة داعش الإرهابية قتل 16 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة مفخخة بالقرب من مرفأ مقديشو حسب إعلان مسؤول من فريق الإسعاف في العاصمة الصومالية وجرى إنقاذ 48 جريحا وتم إخلاء الوفيات إلى المستشفيات قتل أكثر من 30 شخصا إثر استدام صهريج لنقل مواد قابل الاشتعال بعدد من المركبات وانفجاره قرب بلدة شمال غرب نيروبي وتقوم فرق الإنقاذ بعمليات بحث متواصلة عن الجثث ومن جولتنا الإخبارية حول العالم إلى جولة محلية للفعاليات والأنشطة المختلفة اختتمت فعاليات برنامج حقق واليونسيف بشراكة بين جائزة أليكسندر بوديني ومبادرة ولي العهد بمشاركة 120 فارسا وفارسة من مختلف محافظات المملكة في قرية التحديات في غابة غمدان واجتمل الحفل على تخريج فرسان المبادرة إضافة إلى استعراض اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقاموا بتقديم مقترحات لمبادرات مختلفة حول تفعيل دور الشباب والمرأة في نشر الوعي لحقوق الإنسان والطفل بمجتمعتهم جاءت هذه الشراكة بعد ما فازت مبادرة حقق بجائزة مؤسسة أليكسندر بوديني في العام الماضي وتم تسليمه بحضور الأمين العام للأمم المتحدة سعداء بشراكتنا مع اليونسيف وجميع المنظمات والهيئات الدولية التي ستدعم شبابنا في المستخدم قال الرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن السنة القادمة ستكون صعبة ماليا ولن يقل الدين الخارجي جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى تعاضد الثقافي بحضور السياسيين وخبراء للحديث حول العضاع الراهنة والنظرة المستقبلية في الأردن وأكد المصري أن الاقتصاد الأردني أصبح بيعيا وليس انتاجيا يعتمد على الصرف وأن المساعدات المالية انتهت وغير موجودة بحاجة إلى الخطاب العقلاني أكثر من حداء الخطاب العاطفي المندفع كيف نستطيع أنه يد بيد نخرج الأردن مما هو فيه نحن نتكلم لغة الأرقام سياسيين لكن هناك الأرقام إلى حد ما يجب أن يكون هناك مساهمة شعبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الخروج مما نحن فيه خاصة أنه الأيام القادمة خلينا نكون صراحين هي أيام عصيبة كرم وزراء التربية والتعليم العرب المعلمة حنان لحروب من دولة فلسطين المحتلة بجائزة أليكسو كأفضل معلمة على مستوى العالم جاء ذلك خلال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لدينا كفاءات لدينا عقول لدينا قدرات نستطيع بها تقديمها للعالم رغم كل ظروف الصعبة اللي بنعيشها ومع ذلك نحن على قمة الهرم التمييز العالمي العربي والعالمي سعيدة جداً فخر لأيلي كفلسطينية وكعربية فخر لكل معلم فلسطيني وعربي وفخر للمرأة الفلسطينية والعربية التي تعيش في ظروف صعبة جداً ومع ذلك الحمد لله تتميز وتفوز وتتربى على عرش التمييز العالمي حازى فيلم ضوء والتابع لسلسلة أفلام الواقع المرفوض من إنتاج قناة رؤيا على جائزتين دوليتين في مهرجان دله السينمائي الدولي لعام 2016 والذي كان يتنافس مع ما مجموعه مئتا فيلم من مختلف دول العالم رفض الواقع لم يكن يوماً محصوراً بنبذ واقع العيش ورفض تفاصيل الحياة برمتها إلا أن هذا الرفض يمكن أن يكون رفضاً للاستسلام لمواجهة تحديات الحياة ومن فيها من طامعين يا ويلي على حظك وحظ أبوك الحبيبي فيلم ضوء التابع لسلسلة أفلام الواقع المرفوض من إنتاج قناة رؤيا والحائز على جائزتين في مهرجان دله السينمائي الدولي لعام 2016 يحاكي هذا الواقع من خلال قصة فتاة من ذوي الإعاقة واجهت تحديات ومشكلات مع أطماع زوجها بأموالها ما أدى إلى طلاقها في نهاية المطاف لكن هذا الأمر زادها إصراراً على مواجهة الحياة وتحقيق العديد من الإنجازات في مسيرتها هذا الفيلم حاز على جائزة أفضل إخراج وجائزة تميز أداء الممثلين والذي كان من بطولة الفنانة رسمية عبدو والفنان محمد المجالي والفنانة سميرة خوري والفنانة سميرة الأسير والفنانة ياسمين الدلو والفنان خالد زمميري كما النضو نافس مع مجموعة من الأفلام الدولية منها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وبريطانيا وفرنسا ومصر والمغرب وغيرها من الدول ذات الإنتاج السينمائي العريق على مستوى العالم والآن إلى مجموعة من المشاهد واللقطات بلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر